قمة الحد الأدنى من النتائج وصف ربما يصدق على المباحثات التي جرت في جينيف بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين ووفدي بلديهما انتهت أعمال القمة التي بدأت بمشهد مصفحة دافئة بين الرئيسين ليغادر الرئيس الأمريكي منفردة قبل أن يخرج نظيره الروسي إلى مؤتمر أجاب فيه على أسئلة الصحفيين بشأن المباحثات التي أجراها توا مع بايدن بوتين في مؤتمره الصحفي أكد أنه من الصعب القول بتحسن العلاقات الأمريكية الروسية برغم الإعلان عن عودة السفراء إلى أعمالهم في البلدين مضيفا أن الخلافات بين موسكو وواشنطن لا تزال عالقة في العديد من الملفات لسيما ما يتعلق منها بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا والهجمات السيبرانية وكذلك الأمر بشأن الأوضاع في أوكرانيا في المقابل ظهر الرئيس الأمريكي بايدن في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من مؤتمر بوتين وبدى بايدن كأنه لا يتحدث عن نتائج لقاء القمة مع بوتين بقدر ما يرد على تصريحات الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة ليؤكد بايدن أن بلاده لن تسمح بانتهاك سيادتها عبر هجمات سيبرانية لم يفهم الرئيس الروسي مدى خطورتها بحسب وصف بايدن وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في روسيا قال بايدن إن النتائج ستكون مدمرة على روسيا إذا مات المعارض أليكسي نافالني في السجن واصفا انتقاد بوتين لأحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي مطلع العام الجاري بالسخيف وبالطبع لم يفت بايدن التأكيد على أن المصلحة الأمريكية والروسية تستلزم ضمان أن لا تتمكن إيران من الحصول على سلاح نووي في المحصلة فإن القمة بحسب محللين لم يكن مرجوا منها أكثر من ذلك فالخلافات بين موسكو وواشنطن متعاظمة واستراتيجيات العمل السياسي والعسكري بل والاقتصادي لهما تتعارض ما يعني أنه ربما ستستمر على المدى القريب والمتوسط حالة قد تقترب من الحرب الباردة بين البلدين